رسمت إدارة نادي اتحاد العاصمة طلاق بينها وبين اللعب فوزي يايا حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي العاصبي واجأ القرار وقوفا عند رغبة اللعب الذي يكون قد طالب بوثائقه من أجل الحصول على فرصة اللعب أكثر في نادي آخر وهو ما لاقى قبولا لدى المدرب التيري فروجي هذا شكرت إدارة نادي سوستار اللعب بالنظر إلى تفانيه في العمل لمصلحة الاتحاد لتالفترة التي قضاها بألوانه ومتمنيا حظا أوفر للعب في وجهته المستقبل